اشتركوا في القناة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والمدير العامة لصندوق النقد الدولي القضاء الفرنسي يأخذ على كريستين لغارد انها اهملت عملها الامر الذي ادى الى هذر المال العام المحاكمة بدأت اليوم وستستمر حتى العشرين من الشهر الجري وايا كانت نتائج هذه المحاكمة اكان بتبرئة كريستين لغارد او بالحكم عليها فان الهمية تكمن بان القضاء الفرنسي يحاكم المسؤولين الحكوميين وهنا تكمن اهمية استقلال القضاء في الديمقراطية اشتركوا في القناة